اهلا بكم من جديد هنتابع معكم اهم اخبار الرياضة خلال الساعة الاخيرة البداية مع مواد انطلاق الدوري حيث اكد احمد دياب رئيس رابطة الاندات المحترفة ان الدوري سينطلق في مواده المحدد مسبقا السادس عشر من اكتوبر ولا يوجد نية لتأجيل مواده كما تردد مؤخرا وكشف دياب في تصريحات خاصة ان الدوري سيبدأ في اكتوبر وينتهي في يونيو ولن يكون هناك ضغط في المباريات كما حدث في الموسم المنقضي خاصة ان انتهاء الموسم في يونيو سيحل العديد من الازمات التي واجهت الدوري في المواسم الماضية منها القيد وتحديد الفرق الاربع المشاركة في البطولات الافريقية في سياق اخر اعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن مواجهة المنتخب المصري وديا يوم الثامن عشر من نوفمبر المقبل ضمن استعدادات المنتخبات لمنافسات كأس العالم الفين اثنين وعشرين التي تقام في قطر وأوقعت قرعة كأس العالم الفين اثنين وعشرين منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة مع كل من المغرب وكندا وكرواتيا ونشرت صفحة الرسمية للاتحاد البلجيكي على موقع تويتر ان المباراة سوف تجمع المنتخب المصري مع منتخب بلجيكا في الكويت في تمام الرابعة عصرانا وإلى كأس الوسال حيث تسافر بعثة فريق الزمالك متجهة إلى قطر في السادس من سبتمبر الجاري استعدادا لمواجهة الهلال السعودي على كأس الوسال المقرر اقامته يوم الجمعة المقبلة والتي يحصل بمقتضاها الفريق الفائز على مليون ونصف المليون دولار بينما يحصل الخاسر على مليون دولار ومن المقرر أن ينظم مجلس إدارة الزمالك عددا من الرحلات الجماهيرية المخفضة لتشجيع الفريق بالإضافة للجماهير المصرية المتواجدة هناك لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات بعد تحقيقهم للبطولتين الدوري والكأس القديم بالإضافة لصعود لدور ثمانية من بطولة الكأس الجديدة ورغم أن المباراة شرفية إلا أن المدير الفني لفريق الزمالك يأخذها مأخذة الجدية وسيقوم بإشراق القوام الأساسي لخطف اللقاء خاصة أن المنافس أحد أقوى الفرق على التاحة الكروية العربية في الوقت الحالي وفي القلعة الحمراء يفاضل مسؤول نادي الأهل بين عدة دول أوروبية لإقامة معسقر الفريق الخارجي قبل بدء الموسم الجديدة وهناك أكثر من اختيار أمام الأهل في مقدمتها هولندا وإسبانيا والنمسا ويبدو أن هولندا هي الأقرب لاستضافة معسكر الأهل الصيف الجاري إلا أن الأمر لم يتم حسمه بشكل رسمي حتى الآن وهناك مفاضلة بين الدول الثلاثة للسفر إليها وإقامة معسكر الفريق الخارجي فيها وكان مجلس الأهل قد وجه الشكر للبرتغالي ريكاردو سوارش المزير الفني للفريق وجهازه المعاون عن الفترة الماضية وينتظر جمهور الأهل آلان اسم المدير الفني الجديد للفريق إلى هنا نكون وصلنا مع حضراتكم لنهية نشرة أخبار الرياضة شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا لحضراتكم على حضراتكم